يوم الثلاث الساعة سبع مساء بالتأكيد هذا الموعد المهم لكل المصريين اللي بينتظروا في مباراة مصر والسنغال في مطش الذهاب هذه المباراة اللي هتكون في العاصمة السنغالية داكار وبالتأكيد هي المباراة الحاسمة اللي هتحسم تأهل مصر للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم بالتأكيد كلنا حماس وكلنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر اللي فاز على أرضه في أستاذ القاهرة في مباراة الإياب أمام السنغال بهدف لا شيء للسنغال وطبعا كان فوز مهم جدا طبعا كان في جماهير بتتمنى فوز بالنتيجة أكبر من كده عشان يكون مطش العودة محسوم ولكن في هذا اليوم مصر ما لعبت مع السنغال كان تعتبر أصعب مباراة في كل المباراة اللي تلعبت في هذا اليوم احنا عارفين الجزائر لعبت وأيضا تونس وأيضا المغرب وأيضا نتمنى لهم كل التوفيق لأنه مباراة هم هتكون كمان يوم الثلاث اللي جاي طبعا قبل المباراة بنشوف فيها طبعا دي كانت النتائج للمباريات زي ما قلنا المغرب تعادل مع الكونجو الديمقراطية تونس فازت على مالي الجزائر فازت على الكاميرون ومصر فازت على السنغال وغانا ونيجيريا تعادل صفر صفر إذن احنا بنتمنى كل التوفيق مرة تانية للمنتخب المصري في مباراة العودة يوم الثلاثاء الساعة السابعة مساء كمان المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش وجه رسالة مهمة جدا لتحفيز اللاعبين قال فيها كلام مهم جدا قال شباب مصر جاهزون للشوت التاني نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى وبتوضعنا وروح فرقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر كلنا ثقة لأننا نعلم أنه شيء أسمى منا جميعا نسعى أن نصل إليه وقد نراه قريبا نحن نعلم أننا نستطيع أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل المجهود والتضحية من أجل خدمة الجمهور المصري لكم التوفيق يا شباب مصر طبعا هذه الرسالة كانت في الطائرة وجهها لمنتخب مصر وهم متوجهين إلى داكار العصمة السنغالية حيث ستقام مباراة العودة طبعا دي صور وفيديوهات من الطائرة التي أقلت المنتخب المصري إلى العصمة السنغالية ترجمة نانسي قنقر